السلام عليكم الغزلات ديالي مساء النور نهاركم مبارك سعيد هاد النهار البنات غادي نفقد اجي معاكم واحد الفطور فاصيل ماسيل ضغية ضغية غادي توجده ان شاء الله بإدن الله بلا وقوف في الكوزينة تخلي حتى تبقى لك واحد سوي على المكانة ولا ساعة ونص تكوني مجدا كل شي مويمة الغزلات ديالي هادا باستيشو او لا كوزامية كلها واحد يسميها كيف مابا اختي ولكن بواحد السوس بي شامي للبنات غادي ترجع معتمادة عندكم واقع لا واقع لكم سبغ تجي سامعكم واحد المرة ولكن البنات ساهلة بلا تشحر بلا والو بلا ما غا تتقور لك ماتشي حاجة مويمة غادي نقولوا باسم الله غادي نوجد بعد الكفيتة وهذا ماشي دائما كندير الكفتة الصراحة مرة كندير فيه كفتة مرة كندير فيه الدجاج مرة كندير فيه الشاكتخي ولكن انا والله ليسا نفضل البنات الشاكتخي المهم مدخن كي عجبني بزا 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 مهم دا بحيت ما عنديش واحد الكيمياء اللي كبيرة غادي ندير له كفيتة خديت البنات كفيتة تقريبا واحد الربعمائة كرام يمكن ودرتها في المقيلة مع زويتة مليحة بزيرة اه تويمة متقوقة اه اسميتها اه البصلة شوي كي كديلت حمارة ولكن البنات اللي بغيتوها جيكم بنينة بنينة ديروا لها اه العطريات الكيوغي انا ما بقعت ليش اه حيث ما مشيتش المرجان ما شريتهاش ولكن الكيوغي كي صراحة اه دا البنات فعوت الكيوغي اه دا القزبور حبوب واختكو الكيوغي يديروه ولكن اختي ديك العطريات الكيوغي كتبت او حد ما تقق خاطر انا بعدها تعجبني كي اللي ما صبح الله ما تبغيهاش المهم درت البصلة وكفتة فضقة واحدة حيث انا ما بغيتش البصلة تموت فمرة بغيتها تبقى شويش شويش واقفة هنا درت المعدنوس حتى بدت كتدخلها شوية طيابة درت المعدنوس باش ما كيمشيش زعمان نسمة ديالو شوية دية السودانية وشحرت هات السودانية بنظر ان اختيتها على يدي ومسحتها وصخنتها وعطحنتها والله لو لكن عرتو صعيبة فش كتتصخنوها فش كتتصخنوها زعما كتقى ديك الريحة في الحلق ولكن حيث عيت ما نشري في السوداني ما تصدقش زوين ما تصدقش جحر ولمو الصخ والله ديك نهار شريته ورميته كرهتنا فيها ماما حيث من اللي كنا صغر دائما ماما تتشري العطرية وتتنقيها وتطحنها على يديها وخدبت الطحين ولينا تنقيها ونديها تطحن ولكن دائما تشريها هيها كاكساينة المهم هنا الغزلة ديالي اخليت بطاطا من بعد ما تشحرت لي الكفيتة وديك شي حتيتها على جنب ودرت واحد الكسرون فيها الما والملح وخليتها سخناس وقطعت بطاطا لشكل فخيت غية ما رققتها بزايا فهمتو صافي غير سخلي مام زيان ودرت فيه ديك بطاطا طلعت فيها الغلية ما موحد بقي قادل ما غانا ما كاملاش ما تسلقش غير بحلكت بحلكت شوكها في داك المطايب وصافي طلعت فيها الغلية وعودت طفيت العافية وصفيتها ودرتها هنا ايه في اللاطا انا ما كنت الصراحة غدي نديرها غير في الارفراير ضغية ضغية غدي تتحمر لي ولكن حيث دابة الفران عندي مشويل حيث عجنت انتو ماما لي الخير خبيز والفران غادي نطيب الخبز غادي نطيب الخبز غادي نطيب الخبز صافي قلت وشعل شعل ندير فيه تباتاتا درت شوية البزار شوية القصبر ومعد نوس مجفف المهم بالنسبة للباتاتا انا كان بغي نعطرها باش كتجي بنينه مليحة طبعا ورشيتها مزيان بزويته ايه رشيشة خفيفة صافي وغادي ندخلها الفران طبعا اللي عافية تكون من اللي فوقه من التحت حيث كي يدير الباستي شو بطاة مقلية وتيجي غير صحي وحنا بغي نناكله اكل صحي فهذا رمضان ايه صافي وغادي نشويها في فران كتجي في فنة كتجي حسن بزف من مقلية شفتوا البناس فش كتتقلة في الفران تجي زوينا وتتبقى فيها ميتكال مقلية فالشي طيب معا لاصوس بيشاميل معادك يبدأ يطلق ذاك شي الزيوتات متخطخ تايجي صافي دبا غادي نوجد معاكم لاكخيم باتيسيغ البناس واحد ام ويليعنا لاكخيم باتيسيغ لاكخيم بيشاميل وواعرية البناس وواعرية وغا ترجع محتمدة عندكم اختيت البناس من السيطر وديال الحليب نعكم سيطره ديال الحليب غادي ندير في الفروماج كل واحد يدير عينه وميزانه انا غادي ندير ثلاثة ديال الفروماجات العاديين وإلا كنتو لكن عندكم ذاك الفروماج المربع كيغي ديرو كيعطين مادقة عود حسن انا هذا اللي عندي غادي نديرو هندير شوية البزار وغادي ندير الشيشة الملحة وغادي ندير القوزة محكوكة غادي ندير قوزة محكوكة هي اللي قز عطينا واحد المادة قوى عرف في فلاصوس بيشاميل انا البشاميل زعمال ما كنتش فيها الغوزة بالنسبة لي كنتجيني ناقصة شنو سميتها الغوزة سميتها طيب شي حاجات طيب بحل هكا وقدرت واحد جمع القضية للزيت العود لا تديروش الزبدة وهنا يالبنات السبديس كان خلط وكنت ناسية الطحين غادي نديرو جمع القضية للفورس انا عاودها لكم سطر الحليب جمع القضية للفورس ثلاثة الفرماجات رشيشة الملحة رشيشة البزار والغوزة محكوكة طحنوا كل شيالبنات حتي تنيل مزيان ما يبقاش نهائيا داك الفرماج وداك الطحين مكتل سوف يدري اختكول شي في سميته في الكاسرونة اما ديك شحر الزبدة دوب الزبدة شحر فيها الطحين كتتكور وكتعدب وتجي محببة هدي كتجي لي سلب ناس كتجي بحل لك خمف خاش ووعرة كتجي فيها واحد المعداق ووعرة وبنينة بديك الزويتابل دي ودك الفرماج كتجي بنينة سوف يدرتها فوق البوطة حتى اختارت تفيت عليها البوطة وحطيت كل شي قدامي حطيت طواجنات اللي غادي ندير فيهم تقدروا تديروا مول واحد ولكن انا كنفضل انا الباستيشو يطيب في طواجنات كل واحد يكون قدامه بوحده شحر خوش Kanal اللي باستمرل من المهم سوف تديريوا لمعاتف الخامangen من النزف شو ؟ والياس كتجي فينة كمية الكفيتة وكذلك لا تحتاج الى البشاميل وكذلك تبقى تلتة لحيث تلتة لحيث أصلاً هي ماشي ديك البشاميل اللي متختخى وتقيله غير كدخلوها الفرن كدهبط ديك البشاميل مع مع الطواجنات ومع الكفيتة وكل شي كندير عاوديك الكفتة والبصيلة شوو ديك البصيلة كي تبقى مشيحة وزوينة شحوناً, مرد يزاستوسة بساطة بنجله كي نجحوه الوصفة طفاو نحن ندير عاوديك بخيت وكن تكمل بذيك الكفيتة اللي ما زال علي في المقلة وحتى كنسهلي ونكمل فوق ديك البشاميل اللي بقاتلي ترجمة نانسي قنقر 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 بسيط جداً اللهم لك الحمد لا صراحة ما نحطه بزاب الحاجات وما يتكالوش نحطه ذاك شي اللي غا نقدره ناكله منيك تكون خبيز اسكذا عمرتي منيك تكون خبيز صخيخنا درت البصارة عرتو الخبز سخونة ولايلة تكلات الخبيز ديال بطار توحشنا الخبز ديال الصراع دب هادي شي تقريباً شي خمسية ملاستيام وانا تنعجن ضغية ضغية تنعجن في الصبح وانا نقرسها وانا نقرسها ضغية ضغية تنعجن والحمد الله البنات اللي يصولون يحق على الفران كيفاش كان طيب الخبز كان سخنوه البنات مزيان كيلي ما كده مش الخبز زوينة الخبز البنات تخصها على درجة فالفران ديال الطب وخليوه يسخن مزيان الخبز هو ما زال ما سخونش مزيان كتيبس شعلوه من فوقه من تحت دائما كندير لاشا لوغتو اغنونت البنات اللي ما عنده مش الفرفارة مش مشكلة الغير المهم يكون شاعل فوق والتحت وسخون وكان طرح اللاطات كاملين بثلاثة كنديرو احدى التحت وحدى الفوق وحدى الوسط كنخليوه مني كالطبلي ديك الفقانية كنهبطها للتحت وكان طلعوه الفقانية الوسطانية يلي كتبقى اخر وحدى عاد كتتتحمر صافي هذا المهم اعلى درجة كنديروه من بعد كنهبطوه الميتين وشي حاجة كنخليك يتحمر على خاطر وهذا ما كان البنات مهم حقا باش ما ننساش البنات اللي كي سولوني على على الفقاس بالقركاع عراكم في بالي والله لا في بالي غير انا ما بغيتش نوجده دابا ويبقى غير منزل في البلاكار ويبقى غير منزل في الكونجيلاتور قلت خليه حتى يقرر بشويش لعيد غادي نبغطاجي معاكم ان شاء الله القركاع وغادي نبغطاجي معاكم ان شاء الله المعلكة ونبغطاجي معاكم ان شاء الله لحيان الله وقدرنا سيد ربي الرغيفة طبعا من ضروري اي وحدة عندها زوج مكناسي وخمام ضروري يكون عندها يكون عندها رغيفة نهار العيد ان شاء الله بيدني وغادي نديلكم رغيفة قليدية مكناسية معمرة باللوز ان شاء الله هي لحيان الله هذا ما كانت زوينات ديالي شوفوا من الدخل كيف اشكتجي سبارك الله زوينا سمحوا لي كترت عليكم وما قلال هدر على البناس مهم جات غزالة وجات فنة وجات مهلك من الداخل وكنتمنى تجربوه وكنتمنى تجربو البيش عمال اللي بغطاجي سمعاكم وغادي نقول لكم تهلا فراسكم تشوفوا ان شاء الله فيديو جديد شكرا لكم الكومنترات ديالك